بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا بكم نهاردة نقدم مجربة اسم الله الفتاح اسم الله الفتاح يعني ولله الأسماء الحسنة فادعوه بيها من تجليات وأنوار الزاكرين باسم الله الفتاح أول حاجة فتح جميع الأبواب المغلقة للرزق من مال ومن زواج ومن كل أمور من جاه من وظيفة كل الأمور دي بتفتح لأنه اسم الله الفتاح تيسير كل أمورك يعني أنت في ذكرك بورد اسم الله الفتاح هيبقى فيه تيسير لكافة الأمور تالت حاجة لو عدنا نذكر في فوائد تجليات وأنوار اسم الله الفتاح هنقضع عمرنا كله فأي اسم من أسماء الله وما قدر الله حقه قدر فالتالت حاجة بتطهارة القلب والجوارح أنت لما تكون في حال ذكر وبتذكر اسم من أسماء الله بيطهر جسمنا وبنتطهر من المبقات الدنيا وأي طاقة شيطانية أي مشاكل أي ضغوط نفسية كل ده بأمر الله هي انت بيرفع الحجاب عنك أنك أنت بيبقى عندك البصيرة مستمدة من اسم الله البصير فبتفتح عندك فتحات أنت لما يبقى لك أي إنسان مخادع مكير إنسان مش أمين أو أي موضوع عندك أي مشكلة بيبقى ترفع عنك الغفلة والسهو والنسيان فإنت بتتفهم الأمر بتاخد قرار بأمر الله بيكون مرجعيته أنوار من الله سبحانه وتعالى والمدد من عند الله سبحانه وتعالى فبيكون قرارك صائب إلى أقصى مدد البداية أصلا بتبدأ بالصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لأن الصلاة على سيدنا النبي أي شيء ممكن يرد عدا الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فأنا لما ببدأ أنا لي طلب عند الله سبحانه وتعالى ببدأ بالصلاة على الحبيب وبختم بالصلاة على الحبيب يبقى لما يتقبل البداية والنهاية ربنا كريم هيقبل فأول شيء الصلاة الإبراهيمية اللي هي في التشهد اللي نقرأها سبع مرة طيب تاني حاجة الفاتحة فاتحة الكتاب سبع مرات يبقى الصلاة الإبراهيمية سبعة فاتحة الكتاب سبعة ونيجي هنا في آيات كرآنية فيها اسم الله الفتح اي هي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له دي 111 مر الآية اللي بعدها نصر من الله وفتح قريب دي 11 مر طيب وهنيجي هنا الآية الآية الثالثة في وردنا هي ولو أن أهل الكرة آمنوا واتقوا لفتحنا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض دي هنقولها 11 مر أظن موضوع من الصعب ولا موضوع تيين هنيجي عندي اسم الله الفتاح هنقول الفتاح جل جلاله أو جل جلاله هنقوله كل المدارس في الزكر يبقى 111 مرة يبقى أما ألف مرة أو 489 أو 111 مرة أيا ما تطيب نفسك وهو كل ما تزيد وكل ما أنا عن حالي لما أمسك أي اسم لا يقل عن ألف مرة أنا أذكر ربي وأتقرب من الله سبحانه وتعالى طيب المعاد إمتى الموعد يا جماعة هنا ده فتح ورزق وكده بتبدأ يبدأ بداية توزيع الأرزق إمتى في الكون عقب صلاة الصبح أو الفجر في وقتها لأن ده وده وقت الرزق إنت لو بدأت يومك بالصلاة في موعدها صلاة الصبح في معادها تمام وابدأ الأوراق بتاعتي شوف يومك جرب على فكرة احنا بنقول مجربات مش مجربات يعني خضع للتجربة لا سبقك فيها يعني سبقنا فيها صالحين وأهل علم مجربوها ونجحت معهم فاسم كلمة المجربة مش إن أنا بخضع اسم من أسماء الله أو أيها القرآن للتجربة ولكن غير عملها فهي مجربة سابقة أو تجربة سابقة مع أحد الصالحين ونقالها لنا وثبت مصدقيتها بأمر الله وبفضل الله طبعا المدة ده المدة لا تقل عن 21 يوم هاي نفترض إن بعض بناتنا أو النساء بتكون عندها مشكلة العزر الشرعي فده ذكر طالما ولا مصور للمطهرون إحنا موضوع مسر مصحف أو قرآن الكريم هو اللي فيه مشكلة إحنا ممكن أي وقت الزكر أو وقت أي حاجة والدليل على كده إن أنا لما باجأ أكل مأمور أو هي بتاكل بتقول بسم الله الرحمن رحيم وبسم الله الرحمن رحيم فهي آية وكل عمل يبدأ بسم الله الرحمن رحيم فأو أبطل يبقى إحنا ممكن نذكر ولكن مع عدم مس المصحف لأن إحنا ما تنقرأش في المصحف يبقى ممكن ننفزه ولكن بشرط إن تقوم قبل الورد ما تعمله لو هنعمله وأنا ما بشجعش على كده على فكرة نتوضى وضوءنا للصلاة يبقى ما ما لابسنا طهرة ونتوضى وضوءنا للصلاة للمضوء ده سألنا فيه كتير هل ممكن أنا فيه علاج أو فيه ذكر معان أه بس أنا ممكن أعمل كل شيء مع عدم مس المصحف وإلى لقاء فيديو آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته